ألوغ الكلام هو واحد الوظيفة دماغية معقدة التي يتم الإنتاج ديالها في الدماغ ومن بعد كان واحد العملية ديال الإخراج ديالها هي طويلة يعني كتنتج في الدماغ ومن بعد كان وسائل وعضلات التي سيوصلها للمخارج الحروف والعضلات الفموية والوجهية المسؤولة على الإلقاء ديالها يجب أن نعرف بعضها ما هو الولاج النغمال للكلام يعني العمر الطبيعي للكلام لا يوجد الولاج نغمال ولكن كان واحد النمو والخصوص في المراحل يعني لا نقوم بسيطة أن نقوله على دوزن خاص الطفل يجب أن يهدر نرى أن هذا الطفل قبل دوزن كان لديه بعضها أساسبات بخيلانجية يعني أنه كان يهدر بالجسم، أنه كان يهدر بعينه، أنه كان يهدر بالحركات وأنه كان يخرج الصوتيات الأولانيين هنا إذا كانت المراحل تمزيان لذلك هذا نمو تبيعي الآن، كما نهدر إلى الهدر باللغة لأنه يكون هذا الطفل أو أنه من هذا الطفل لا يدعي جيد مثلا أن الأطفال الذين يخلقون سيجرون أنهم يتعطلون هذا الطفل الذي نسميه البابياج أو اللغ أو الصوتيات التي تخرجهم على بيبي أم لا يستطيع التصوير أو لا يدعي جيدا لكنه يساعد جيدا بشكل يأتي تلك الطفل ولكن البيبي يجب أن يقومون بيبي ثم يزيد جيداً فهذا الطفل الذي يفعله فهي لا يتفاعله هذا يجب أن يقوم بالصوت فهي يفعله أو بالصوط أو بالصوري، أو بالرغار تبدأ الكلمة الأولى التي هي مقصودة وكذلك تكون معوجة لكنها تكون معوجة لأن الطفل يقول الكلمة غير منطقة مدينة حتى عمر 3 أو 4 أو 5 على حساب الكلمة بالطبع الذين يبدوا قبل والذين يبدوا مر وكذلك يجب أن يكون هناك القموس لغاية عند أطفال نسبة الأسباب للتأخر وكذلك يجب أن يكون هناك أسباب عضوية من حضرة لأن الأطفال يتدعون بإعاقات جسدية والدهنية والأمراض عضوية هناك تأخر نطقة يصاحب هذه الأمراض هناك أطفال يتدعون بأغطاء والتأخر في النمو على المستوى الحركي وعلى المستوى اللغوي ويوجد أيضًا تتعلمون بشكل شكل عندما يكونوا صغر لأنهم يتعلمون الانتراكش ويجبون تحاور ولكثين يتعلمون لغاية وليس يجبون المستوى الحكومة ويجبون لا يقومون ويجبون المستوى ويجبون المستوى sans évoluer. أولا يتعرضون إلى un pédiatre لكي نرى النمو بسفة عامة لكي نرى النمو الجسدي لكي نرى إلى مرض عدوي نعرفه ومعرفه ومعرفة إلى أخي سائيين في الكلام والنطق للغتوفونيس لكي يديرون الفحوسات ويشوفون كي نرى لستاد ديالو اللغاج اللي مكملش النمو ديالو ويديرون يجب أن يكون الإلكتفل ي Lynسا لديالو أن يدعم أخبراء نعرف فيها كل شيء يدون عن طريق اللعب يعني الطفل كيتعلم مني كيلعب متيتعلم شو هو يعني في واحد لاسيطواشن ستريكت ولا واحد لاسيطواشن حاسيمة ولا سريوز تكون بحال ان سيطواشن دهالواشن مفاش تكون يلعب كيتعلم بزاف تلحواج